بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توقلت على الله ولا حول ولا قتل إلا بالله العليل العظيم أبناء طلاب الصف الثالث العداجي من درسة علاء الدين معكم إسلامية هنوصلا بكم في مراجعة درس جديد من دروس الهندسة ترمي الأولاني الدرس الثالث بعنوان الميل نهاردة هنراجع مع بعض درس ميل الخط المستقيم درسنا درس الميل الصف الثاني العدادي كنا معرفين أن الميل عبارة عن فرق الصدات اللي يفعل على فرق السينات لو أنا عندي نقطتين نقطة ألف معروفة بالزوج المرتب سين واحد وصد واحد ونقطة به معروفة بالزوج المرتب سين 2 وصد 2 عشان أجيب بالميل كنت بحدد الصدات وأقول أن صد 2 ناقص صد واحد على سين 2 ناقص سين واحد هو ده الميل بمعلومية نقطتين ناخد مثال كده بسيط عشان نفتكر مع بعض ازاي بنجيب الميل بقول اذا كان نقطة الف بارعا الزوج المرتب اتنين وخمسة وبه الزوج المرتب تلاتة واتنين عايز اجيب ميل قلب به بقول ميل قلب به عبارة عن فرق الصدات على فرق السناء احدد فرق الصدات هي الخمسة والاتنين الصدات هي الخمسة والاتنين يبقى هطرح الخمسة ناقص الاتنين الخمسة الصد السن الزوج المرتب بتاعها اتنين يبقى لازم ابتدي بالاتنين يبقى هقوله اتنين ناقص تلاتة ما انفعش اقول خمسة ناقص اتنين واجي تحت اقول تلاتة ناقص اتنين زي ما بدأت فوق لازم ابدأ تحت هطلع ثلاثة على سلب واحد يبقى الميل مستقيم قلب به بيساوي سلب تلاتة طب ممكن اقولها بطريقة تانية اه ممكن ابتدي بدل ما ابتدي بالخمسة هبتدي بالاتنين يبقى اتنين ناقص خمسة. طيب ما بدأت بالصد بالتنين يبقى ابدأ بالسين بتاعتها السين بكام بتلاتة. يبقى اقول له اتنين ناقص خمسة على تلاتة ناقص اتنين. هيطلع سالب تلاتة على واحدة. هيطلع نفس القيمة بتاعة الميل الاولاني بيطلع سالب تلاتة. طيب. في قانون تاني للميل خدناه. اخدنا الميل بمعلومات ميل المستقيم على محور التجاه الموجب لمحور السينات. قلنا لو نخلي بنا. لو انا عندي الميل كان ميل بزاوية حده يبقى الميل بتاعي هيطلع موجب. لان انا عندي الميل بيساوي الزل الزاوية دي. فلو هي زاوية حده يبقى الميل هيطلع موجب. طيب لو المستقيم ميل بزاوية منفرج على محور السينات الموجب يبقى هتطلع الميل قيمة سلبة. طب لو انا عندي المستقيم بيوازي محور السينات. المستقيم لو بيوازي محور السينات. يبقى ما فيه زاوية. يبقى الميل عندي بيساوي سفر. لان زر الزاوية سفر ما هتطلع بيساوي كام سفر. طب ممكن يجيب هلي بطريقة تانية. ممكن يقول لي ميل المستقيم العمودي على محور السادات. هو هو نفس الميل اللي هو ميل المستقيم اللي بيوازي محور السينات. يبقى الميل هيساوي كام سفر. طيب. رقم اربعة قلنا لو المستقيم بيوازي محور السادات. المستقيم بيوازي محور السادات. او المستقيم عمودي على محور السينات. هي هي نفس الكلام. يبقى المال و بيبقى غير معرف للفتكر مع بعضという كيف نعرف الشرط sustainable مال و الثاني المال يكون세요 سلب اي? واحدة. طيب. ناخد سؤال اكمل كده وبعد كده نشوف نوعية المسائل بتيجي ازاي؟ بيقولي اي ميل المستقيم الموازي لمحور السنات بيساوي? احنا قلنا ميل المستقيم الموازي محور السنات بيساوي سفر. قلنا ممكن يجيبها لنا الطريقة تانية ويقول لي ميل المستقيم العمودي على محور الصدا. برضو الاجابة هتساوي كام؟ سفر. طيب. نو ses الاس秒 هي بيقول لي ازاي كان ميل المستقيم قلب به بيسوي تولتان. يبقى ميل وقال لي ان المستقيم قلب به عمودي على المستقيم جيم دال. طالب مني ميل جيم دال. احنا اتفقنا ان ميل طالما هم مستقيمين متعمدين. يبقى ميل قلب به في ميل جيم دال لازم بيطلع بيسوي كام سلب واحد. هو مديني ميل قلب به بيسوي اتنين على تلاتة. عايز اجيب ميل العمودي اشقلب وغير الاشارة. يبقى ميل جيم دال بيسوي سالب تلاتة على كام على اتنين. طيب. بيقول ازا كان المستقيم لام عمودي على المستقيم المار بالنقطتين سالب اتنين وتلاتة و سفر و ستة. عايز يجيب ميل لام. طب عشان اجيب ميل لام لازم اجيب الميل المستقيم الاولاني اللي هو مدهوني. مدهوني بمعلومات ايه? بمعلومات نقطتين. طالما مديني مستقيم بمعلومات نقطتين. يبقى انا هجيب فرق الصدات على فرق السنات. احدد الاول الصدات فين? حددنا الصدات اللي هي التلاتة والستة. يبقى هطرح الستة ناقص التلاتة على سفر ناقص ناقص اتنين. الناقص مع الناقص هعمل لي موجب. يبقى ستة ناقص تلاتة هتجين تلاتة على الاتنين. يبقى الميل للمستقيم الاول هيطلع تلاتة على ايه? اتنين. طب هو بيقول للمستقيم لام عمودي على المستقيم ده. يبقى انا عشان اجيب ميل العمودي قلنا بنعمل ايه? بنشقلب ونغير الاشارة. يبقى ميل العمودي هيطلع سالب اتنين على تلاتة. طيب. ناخد بعد كده اسئلة مختلفة شوية بيقول لي مثال مسلا بيقول لي ازا كان نقطة الف عبارة عن الزوج المرتب تلاتة واحد وبه عبارة عن واحد وتسعة طلب مني ميل الف بيه. طبعا دي ممكن يجي سؤال مقالي كده. عشان اكتب القانون هقوله ميل الف بيه بيساوي فرق الصادات على فرق السناب. واحدد فين الصاد. الصاد عندي الواحد والتسعة. هطرح التسعة ناقص الواحد على واحد ناقص تلاتة. هيديني الناتج تماني على سالب اتنين هيطلع سالب اربعة. واتفقنا ان الميل تلع سالب معناها ان المستقيم بيصنع زاوية منفرجة مع الاتجاه الموجب لمحور الايه السيئات. طيب. مسال التاني جابها لي بمعلومية زاوية مش بمعلومية نقطة ايه. بيقول لي ازا كان المستقيم لان يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية قياسها خمسة اربعين. احسب ميله. هو مديني هنا الزاوية اللي هي هي. كم درجة? خمسة اربعين درجة. طب. خمسة اربعين دي زاوية حدة. يبقى اكيد الميل عندها هيطلع موجب. هقول له ان الميل بيساوي زا خمسة اربعين. احسب زا خمسة اربعين على الالة. او مفروض ان انا عرفاها. نسب مستلسية محفوظة. نيزا خمسة اربعين بتسوي كام واحد. طيب. ناخد مسألة برضو. مقالية. بيقول لي اثبت ان المستقيم المار بالنقطتين اتنين وتلاتة وسالب واحد وستة. بيوازي المستقيم الذي يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور سيد. بزاوية قياسها مية خاصة تلاتين. بديني مستقيمين واحد بمعلومية نقطتين واحد بمعلومية زاوية. عشان يثبت ان المستقيمين دول متوازين لازم اجيب ميل الاول واجيب ميل التاني. لو طلع ميل الاول بيسوي ميل التاني يبقى المستقيمين ما لهم متوازين. طيب. المستقيم الاول معروف بمعلومية نقطتين. يبقى هجيب الميل فرق الصدات على فرق السينات. احدد الصدات واطرح الصد ستة مقص ثلاثة على سالب واحد ناقص اثنين. هيطلع الميل الاول بسالب واحد. طيب. المستقيم الثاني مديني زاوية ميله مع الاتجاه الموجة. ملاحظت هنا ان برضو زاوية هي اقرر تاني هي زاوية منفرجة. يبقى الميل هيطلع سالب. هقوله الميل التاني بيسوي زا مية خمسة وتلاتين. وزا مية خمسة وتلاتين هتطلع بسالب واحد. ملاحظين هنا ان ميل الاول هو هو ميل التاني بيسوي سالب واحد. يبقى من هنا هستنتج ان المستقيم الاول بيوازي المستقيم التاني. السؤال اللي وراه بيقول لي ازا كان المستقيم المار بالنقطتين اتنين وسالب تلاتة وتلاتة وخمسة. عايز يحسب ميل المستقيم العمودي. برضو مديني مستقيم بمر بنقطتين. عايز يجيب ميل العمودي عليه. هنجيب ميل المستقيم اللي مار بالنقطتين فرق الصادات على فرق السنين. هحدد الصادات الاول على الازواج المرتبة اللي هو مدهاني يبقى خمسة ناقص وعندي الزوج المرتب الصاد بتاعته سالبة فهتغير الاشارة هتبقى موجة بتلاتة على تلاتة ناقص اثنين. هيطلع تمانية على واحد هيطلع بكم؟ بتمانية على واحد. طب عايز اجيب ملي العمودي. التفنى ملي العمودي بيجيبه ازاي؟ بنشقلب ونغير الاشارة. هنشقلبها هتطلع سالب واحد على الثمن. نوع داني من الاسئلة بيقول لي مديني التلات نقاط عايز يثبت ان التلات نقاط دول على استقامة واحدة. رسمنا يخط المستقيم وحطيت عليه النقاط الف وبه وجيم. وقلت هجيب الميل ما بين الف وبه وهجيب الميل بين به وجيم. لو طلعوا ميل الف به بيساوي ميل بين جيم يبقى التلات نقاط دول على استقامة ايه واحدة. لو ما سووش بعض يبقى هما التلات نقاط ليسوا على استقامة ايه واحدة. يلا نحسب مع بعض ميل الف به. مديني نقطتين. هنحدد الاحداث الصاد الزوج المرتب الاول الصاد تلاتة. والزوج المرتب التاني الصاد في واحدة. هطرح تلاتة نقس واحد على اربعة نقس واحد هيتطلع بتلتين. ده ميل الف به. نحسب ميل به جيم برضو هنحدد الصادات واحد وسائل التلاتة. يبقى اقول له واحد ناقس ناقس تلاتة. على واحد ناقس ناقس خمسة. طبعا الاشياء راح تتغير. يبقى واحد زائد تلاتة على واحد زائد خمسة. بيساوي اربعة على ستة. يبقى الميل هيطلع بتلتين. ملاحظين هنا برضو ان الميل الالف به هو هو ميل به جيم. يبقى التلات موقع تألف به هو جيم على استقامة واحدة. طيب. هندخل بعد كده على الدرس التاني. نفتكره مع بعض اللي هو معادلة الخط المستقيم. معادلة الخط المستقيم عندي معادلتين لازم تبقى عارفين. ممكن يجبلي معادلة الخط المستقيم يكون جمعلي على صورة الف سين زائد بيسا زائد جيم بيساوي سفت. وفي الحالة دي ان الميل بقول ان هو بيساوي سالب معامل سين على معامل ايه صاد. من المعادلة اللي هو مدهالنا يبقى انا هقوله ان الميل بيساوي سالب الف على ايه بي. هناخد مثال على المعادلة ديت. جب هالي مسلا بيقولي ازا كان ثلاثة سين زائد اتنين صاد زائد خمسة بيساوي سفر. عايز يجيب من المستقيم. عشان يجيب من المستقيم هقوله بيساوي سالب معامل سين على معامل صاد. طب معامل سين عندي بكام? معامل سين بتلاتة. ومعامل الصاد بكام? باتنين. يبقى هقوله الميل بيساوي سالب تلاتة على كام? على اتنين. ده لو هو مديني المعادلة على صورة الف سين زائد بيه صاد زائد جيم. طب لو مديني الصاد لوحدها في طرف. يعني قالي على صورة صاد بيساوي ميل سين زائد جيم. يبقى الميل هنا بيساوي معامل سين. ناخد مثال عليها بيقولي ازا كان صاد بيساوي اتنين سين زائد تلاتة. فان عايز يحسب الميل وعايز يحسب طول الجزء المقطوع من محور الصادات. الميل قلنا هو معامل سين. معامل سين عندي في المعادلة هو مين? هو الاتنين. يبقى الميل بيساوي اتنين. طول الجزء المقطوع من محور الصادات اللي هو الجيم. اللي هي كام عندي في المسألة اللي هي تلاتة. طيب. جاب هل بصورة تانية? بيقول لي اوجد الميل وطول الجزء المقطوع من محور الصادات اتنين سين ناقص ثلاثة صاد ناقص ستة بتسوي سفر. طبعا انا لو عايز اجيب الميل الميل سهل ان انا اجيبه على طول ان هو سالب معامل سين على معامل الصاد اللي هي سالب اتنين على سالب تلاتة هيطلع طلتين. بس عشان اجيب طول الجزء المقطوع من محور الصادات يبقى لازم اخلي الصاد لوحدها في طرف. يبقى هخلي المسألة هقول له اتنين سين ناقص ستة بتسوي تلاتة ايه صاد. واقسم على تلاتة. واقسم على تلاتة. علشان اخلي الصاد لوحدها. لان الصورة الصورة المعادلة بتقول لي صاد بتساوي مين سين زايد جيم. يبقى لازم اخلي الصاد لوحدها. عشان اخلي الصاد لوحدها هقسم المعادلة كلها على تلاتة. يبقى تلتين سين ناقص ستة على تلاتة بتساوي صاد. يبقى اصلات بتساوي طلتين سين ناقص ثلاثة. طلتين سين ناقص ثلاثة. يبقى الميل هنا عندي عبارة عن اتنين على ثلاثة. وطول الجزء المقطوع نخلي بالنا بقى وما تلقبطش محدش يقولي بقى ان الطول بيساوي سالب ثلاثة. مفيش طول بيبقى بالسالب. طول الجزء المقطوع هو ثلاثة. هو معنى السالب دوت ان هو بيقطع الجزء السالب. الصاد السالبة من تحت ما بيبقاش في جزء الموجة بيبقى في جزء ايه السالب. يعني بيقطع تلات وحدات في الجزء ايه السالب للصاد. طيب. بعد كده هناخد ازاي نكون المعادلة بتاعة الخط المستقيم. عشان نكون معادلة الخط المستقيم لازم يكون عندي حاجتين. لازم يكون عندي ميل. ولازم ميل المستقيم اللي هو طالب معادلته. ويكون مديني نقطة على المستقيم اللي واقع عليه. نقطة على المستقيم اللي هو طالب ان انا هتكون عليها المعادلة. طيب. نشوف مثال كده عشان نفهم ان احنا هنحل ازاي. بيقول لي اوجد معادلة المستقيم اللي ميله اتنين ويقطع من محور الصادات جزء سالب طوله خمس وحدات طولية. يبقى انا هقول له صاد بتساوي ميم سين زائد جيم. هو مديني الميل بكام اتنين. وجيم هو بيقول لي يقطع من محور الصادات جزء سالب طوله خمسة. يبقى جيم بتساوي سالب خمسة. يبقى هقول له صاد بتساوي عشان الميم وحط قيمتها باتنين باتنين. اكتب اتنين سين. والجيم هاشيلها وحط مكانها كام سالب خمسة. طب لو قال لي اوجد معادلة المستقيم اللي ميله اتنين. ويقطع من محور الصادات جزء موجب طوله خمسة. بدل ما هقول له صاد بتساوي اتنين سين نعيز خمسة يبقى هقول له صاد بتساوي اتنين سين زائد خمسة. لانه بيقول لي جزء موجب. لو قال لي جزء موجب احطها موجب الجيم. لو قال لي جزء سالب بقى احط الجيم بايه بالسالب. طيب. المسألة التانية بيقول لي اوجد معادلة المستقيم اللي ميله نص وبيمر بالنقطة سفر وسالب اثلاثة. هو دلوقت عايز معادلة مستقيم? هو مديني الميل ومدين النقطة. كل اللي عليها ان انا هكتب المعدلة واعود عن قمة الميل واعود عن قمة الصد والسين. خλاص? يبقى انا هقول له صد بتساوي مليون صين زاد جيم. دي المعدلة. طب انت مدين الميل بكم? مدين الميل بنص. يبقى هقول له صد. بتساوي هشلي الميل وحط قمة وكام? بنص صين زاد جيم. طب انا ما عنديش جيم. اجيبها ازاي? اعود بالنقطة اللي هو مدهاني في المعادلة دي اللي هي النقطة سفر وسالب تلاتة هحط مكان الصاد سالب تلاتة واحط السين بكام بسفر هطلع من هنا قيمة الايه الجيم هتطلع جيم عندي بسالب تلاتة ارجع عود في المعادلة بتاعتي هقول له صاد بتساوي نص سين وهشيل قيمة الجيم واحط قيمتها بكام بسالب تلاتة مسألة اللي بعدها بتقولني معادلة مستقيم مار بالنقطة سالب اتنين وتلاتة والعمودي على upright صاد بتساوي تلس سين نائس خمسة هو المرادي عايز معادلة متجيني النقطة لكن هو عايز عمودي على المستقيم اللي هو مدهاني يعني مش عايزها على المستقيم اللي هو المعادلة اللي هو مدهاني اللي عمودي عليه الاول لازم اجيب من المستقيم اللي هو الدهوني. طب ميل المستقيم اجيبه ازاي? هو مديني المعادلة بيقول لي صاب تساوي طلت سين ناقص جيل. طلت سين ناقص خمسة. يبقى انا هنا هجيب الميل. الميل هو معامل سين. اللي هو مين? اللي هو الطلت. طب انا عايز اجيب ميل العمودي. ميل العمودي قلنا بنعمل ايه? بنت شقلب ونغير القيمة بنغير الاشارة. بنغير الاشارة. يبقى ميل العمودي هو عبارة عن سالة تلاتة. ارجع اكتب المعادلة اقول له صاب تساوي ميم سين زائد جيم. وعوض عن قيمة الميل العمودي. لانه هو عايز معادلة المستقيم اللي مار بالنقطة ده وعمودي. مش عايز بالمستقيم اللي هو مدوني. يبقى اقول له صاب بتساوي سالة تلاتة سين زائد جيم. طب هعوض اجيب جيم ازاي? قلنا هنعوض بالنقطة اللي هو مدهالنا. اللي هو الزوج المرتب سالب اتنين وايه? وتلاتة. الاحداث السين عندي نقطة سين بسالب اتنين والصاب بكام بكالاتة. اعوض في المعادلة واطلع قيمة الجيم اللي هي هتطلع بكام بسالب تلاتة. يبقى المعادلة عندي هولو الصاب بتساوي سالب تلاتة سين ناقص تلاتة. مسألة الرابعة بتقول لي اعايز برضو معادلة المستقيم. مر بالنقطة تلاتة وصالب خمسة بس المراجعة بيوازي المستقيم سين زائد اتنين صاب ناقص سبعة بتساوي سافر. طيب. هو مديني معادلة. على معادلة خط مستقيم بتساوي سافر. اجيب الميل منها ازاي? قلنا بتساوي سالب معامل سين على معامل صاب. معامل سين بواحد. ومعامل صاب باتنين. يبقى الميل المستقيم اللي هو مديني بيساوي سالب واحد على اتنين. هو اللي هو عايز معادلة المستقيم اللي بيوازيه. احنا اخدنا شرط التوازي طالما المستقيم الاول بيوازي المستقيم التاني يبقى ميل الاول بيساوي ميل التاني. يبقى الميل هيساوي سالب نص. طيب ارجع اكتب المعادلة هقول له صاد بتساوي سالب نص سين زائد جيم. خلاص? طب اجيب جيبي ازاي? هو هم تجيني نقطة. عوض بالسين والصاد. الصاد عندي بسالب خمسة والسين بكام بتلاتة. هطلع قيمة الجيم هتطلع بسالب سبعة على كام على الاتني. خلاص? بقى اكتب المعادلة تاني واقول له النصات بتساوي سالب نص سين ناقص سبعة على كام على الاتني. نيجي بقى للمسألة اللي بعدها رقم خمسة بتقول لي اعايز معادلة المستقيم العمودي على الف به من منتصفها ومديني احداثي الف وبهم. طيب. دلوقتي هو مديني نقطتين. خلاص? هجيب ميل المستقيم اللي مار بالنقطتين. ميل المستقيم اللي مار بالنقطتين ده عبارة عن ايه? عبارة عن فرق الصدات على فرق السينات. فرق الصدات هحدد الصدات اللي هي ستة ناقص واحد. والسينات سالت تلاتة ناقص اثنين. هيطلع الميل بساوي سالب واحد. اسأل نفسي هو عايز معادلة المستقيم دوت ولا عايز معادلة تانية? هو بيقول هو عايز معادلة المستقيم العمودي عليه. من اين? من المنتصف. يبقى لازم اجيب ميل العمودي. من القلب بيساوي سالب واحد. يبقى من العمودي عليه? بيساوي واحد. خلاص? يبقى انا هقول له صد بتساوي مين سين زائد جيم. يبقى صد بتساوي سين زائد جيم. خلاص? طب. ارجح بعد كده عايز اجيب نقطة اجيب نقطة جيم. عشان اجيب نقطة جيم لازم اجيب نقطة بتبقى واقعة على المستقيم اللي هو العمودي ده. اللي هو اعتبر محور التماثل بتاع القطع المستقيم الف بي ده. طيب. اسأل نفسي هل الف دي او بيه وقع على المستقيم العمودي ده? الف مش وقع على المستقيم العمودي على محور التماثل ولا بيه وقع على على محور التماثل. طب. اجيب النقطة ازاي وقع على محور التماثل? اجيب النقطة بتاعت المنتصف ما بين الف و بيه. نقطة المنتصف دي هي دي النقطة اللي بتبقى بتنتمي للمستقيم العمودي. نقطة المنتصف بنجيبها ازاي? بناخد السنات على اثنين والصادات على قيم مجموعة السنات على اثنين ومجموعة الصاداات على ايه? على اثنين. نقطة ال cast 3 ونقطة بالسين تنين هجمعهم. والصاد نفس الحكاية 6 زائد 1 على 2 هطلع النقطة المنتصف اللي هي مين? مين. اللي هي سلب 1 على 2 و7 على 2. خلاص? يبقى انا عندي نقطة نيم دي هي النقطة اللي هتبقى بتنتمي للمستقيم العمودي اللي هو طالب ايه معادلته? اكتب المعادلة اقول له صاب بالساوي سين زائد جيم. واعوض عن قيمة الصاب ب7 على 2 وقيمة السين بسلب 1 على 2. هطلع من هنا قيمة الجيم هتطلع ب4. هقول له النصاب عبارة عن سين زائد 4. طيب مسألة 5 بتقول لي معادلة المستقيم الذي يقطع من محوري الاحداثيات السيني والصادي جزئين مجابين 4 و9 على الترتيب. برسل محاول الاحداثيات بتاعتي السيني والصاد باخد على محور السينات نقطة مقدارها 4 ونقطة على محور السادات قدارها 9. يبقى انا انا كده حددته نقطة الف ونقطة به اوصلهم. يبقى انا كده عندي ان الخط المستقيم. انا مسلت. طيب نقطة الف دي. هي بتتقاطع مع محور مين? بتتقاطع مع محور السينات. طالما بتتقاطع مع محور السينات يبقى لحداة الطاعة الصادي بصفر. يبقى نقطة الف عبارة عن الزوج المرتب ال4 وصفر. طب نقطة به بتتقاطع مع محور الصادات. يبقى نقطة السينات بصفر. والصاد بتسع. يبقى انا كده حددت الازواج المرتبة بتاعة الف وبه. الف عبارة عن اربعة وصفر. وبه عبارة عن سفر وايه? وتسع. طيب. عشان اجيب ميه القلب به? يبقى عندي فرق الصادات على فرق السينات. فرق الصادات احدد الصادات فين? تسع وسفر. هطرح التسع نقص السفر. على سفر منقصة اربعة. هتجيني تسع على سالب اربعة. اكتب المعادلة. وقوله ان الصاد بتساوي ميم سين زائد جيم. يبقى الصاد بتساوي تسع على سالب اربعة سين زائد جيم. خلاص? احدد نقطة. بتنتمي للمستقيم ده. طبعا انا عندي نقطتين. نقطة قلف بتنتمي للمستقيم. ونقطة به بتنتمي للمستقيم. ممكن اخد دي. وممكن اخد دي. انا هاخد النقطة اللي هي سفر. الزوج المرتب سفر وتسعة. علشان اعود ديها في المعادلة. وطير طمتة ايه السين. يعني هحط الصاد بتساوي تسعة. وقوله تسعة على سالب اربعة سفر زائد جيم. يبقى انا كده هطلع على طول الجيم بكان بتسعة. وقوله ان المعادلة بتاعتي الصاد بتساوي سالب تسعة على اربعة سين زائد تسعة. طبعا. مسألة بقى رقم سبعة. من المسائل المسائل اللي شاملة كل افكار الهندسة بتاعتنا البعض والمنتصف فيها كل حاجة. نروها كده مع بعض. بيقول لي قلب به جيم مسلس في نقطة الف عبارة عن الزوج المرتب واحد وواحد وبه خمسة وسالب اتنين وجيم تلاتة واربعة. قال لي دال منتصف الف به. ورسم داله بيوازي به جيم. ويقطع الف جيم في نقطة ها. عايز يجيب طول داله. طيب من الرسمة كده هو مديني نقطتين به وجيم. ورسم لي من دال مستقيم يوازي به جيم. انا هحسب الاول طول البعد ما بين به هو جيم. نفتكر قانون البعد بيقول لي جزر التربيعي لفرق السينات تربيع زائد فرق الصدات تربيع. احدد السينات فين وصدات فين. واجيب طول به جيم. خلاص هيطلع طول به جيم عندي جزر الاربعين لما هحسبه على القالة هيطلع اتنين جزر عشرة واحدة ايه طول. ده طول به جيم. طيب. ايه اللي دال منتصف قالت به. وايه اللي دال هيه بيوازي به جيم. خدنا الكلام ده سانة اولى. ان احنا قطعة مستقيمة طالما ان دال في المنتصف ودال هيه بيوازي به جيم يبقى هيه وعفل في منتصف الف جيم. وفي الناس الوقت هيبقى دال هيه بيساوي نص به جيم. يعني دال هيه بيساوي نص به جيم. انا طلعت به جيم باثنين جزر عشرة يبقى طول دال هيه نص اتنين جزر عشرة يبقى هطلع جزر عشرة واحدة ايه طول. طيب. عشان اجيب معادلة دال هي قلت لازم يكون عندي ميل وعندي نقطة ميل الخط دال هي وعايز نقطة نقطة بتقع على ايه الخط دا طب ميل دال هي طب من عندي دال هي بيوازي بهجيم ممكن اجيب ميل بهجيم اجيب ان هو فرق استادات على فرق السيناء يبقى عبارة عن اربعة زقر اتنين على تلاتة ناقص خمس هيطلع ستة على سالب اتنين هيطلع بتساوي سالب تلاتة طيب ميل بهجيم هو هو ميل دال هي لان المستقيمين بيوازوا بعض انا كده خلاص جبت ميل دال هي بيساوي سالب تلاتة اكتب المعادلة اقول له صاب بيساوي سالب تلاتة سين زائد جيم طب انا عندي عايزة اجيب نقطة بتنتمي للمستقيم ده لدال لهيه صح طب انا عندي نقطة دال اقدر اجيبها لان هو اقالي ان دال وعف منتصف الف به اجيه اطبق قانون المنتصف اللي هو مجموع السيناء على اتنين والصادات على اتنين يبقى انا كده جبت نقطة دال خلاص يبقى نقطة دال او حجم الواحد زائد خمس على اتنين واحد ناقص اتنين على اتنين هتطلع عن نقطة دال بتلاتة وسالب نص عوز المعادلة بتاعتي هقول له الصاد بتساوي ميم سين زائد جيم هعوز عن الصاد بسالب نص والسين بتلاتة هتطلع الجيم عندي بسبعتاشر على الاتنين يبقى الصاد هبتساوي سالب تلاتة سين زائد سبعتاشر على الاتنين بكده نكون راجعنا على وحدة الميل وبتمنى يا رب ان تكونوا افتكرتوا الجزء بتاع الميل وان شاء الله نتواصل مع بعض تاني ونحل مساء اكتر واللي عنده اي سؤال يا ريتي بعت لنا ويقولي الاسئلة اللي هو عايزها وان شاء الله لنا لقاء تاني قريبا بازن الله يا رب اكون فدكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا اشتركوا في القناة